ست سنوات منذ انتخاب هادي رئيساً توافقياً لمرحلة كان عنوانها الخلاص وتجاوز عنق الزجاجة ست سنوات منذ أقسم هادي أن يعمل مخلصاً من أجل هذا البلد وأن يحافظ على نظامه الجمهوري وعلى وحدته واستقراره فإن وضعت أقدار هادي اليوم رحالها سنوات صعبة كان عنوانها الهرب للأمام في مرحلة اختفت فيها البوصلة السياسية عن جميع الأطراف وانتهت بقفز ميليشي الحوثي إلى واجهة المشهد كان العمل الأول لميليشي الحوثي بعد إسقاط الدولة وقضم شرعية هادي عبر محاولة إجباره على تعيين نائب له من الحوثيين الأمر الذي رفضه هادي وانتهى به الأمر تحت الإقامة الجبرية في منزله لأكثر من شهر لم يدوم الحصار طويلاً فقد تمكن هادي من الإفلات من قبضة محاصريه ووصل إلى عدن جنوب البلاد قبل أنه غادرها مجبراً في رحلة طويلة إلى الرياض ليتكرر موضوع حصاره مرة أخرى هذه المرة على يد حلفائه وسأتحمل مسؤوليتي في تحقيق الأمن والاستقرار ويعادة الأمور لنصابها تقول الرئيس هادي أنه لا يتحمل مسؤولية الإنقلاب لأن أدوات القوة والردع لم تكن بيده والمجتمع الدولي خذ له حينها لكن الكثير لا يعفون الرئيس من المسؤولية كونه من يملك الشرعية ولم يتعامل حينها مع الإنقلابيين بشكل حازم حتى أن البعض اتهمه بالتواطئ مع الحوثيين لتنفيذ مخطط إقليمي ودولي لم يحدث كما كان مرتباً له كانت عصفة الحزم نقلة نوعية في مسار الواقع السياسي والعسكري في اليمن دخلت الدول الإقليمية في خط المعركة ضد الإنقلابيين وذهب هادي للرياض ليشرعنا هذا التدخل أعلن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لأنه تدخل لاستعادة الشرعية وتحرير اليمن من الانقلابيين غير أن هذا الإعلان لم يكن لغير التسويق لمشاريع أخرى ما فتأت تظهر على الساطح وهما كشف عنه مسار الأحداث التي توقفت خلالها عملية التحرير وجمدت فاعلية الرئيس ومنع من العودة لعاصمة بلاده تحول الرئيس هادي لهدفين توجب إزاحته من قبل الجانب الإماراتي الذي تعامل مع هادي وكأنهم وظف وليس رئيس دولة محاولاً تقليم أضافره لتدخل العلاقة بين الطرفين مرحلة لا عودة يقاوم هادي بأدوات البسيطة النفوذ الإماراتي المتنامي حتى على فريقه ووزرائه لكن ذلك لم يحل دون دعم الإمارات محاولة انقلاب أخرى عليه أواخر يناير الماضي غير أنها هذه المرة جاءت من عدن الواقعة تحت السيطرة الإماراتية الكاملة ما هي خيارات الرئيس هادي؟ وما هي خيارات جميع الأطراف واللاعبين الإقليميين والدوليين الذين يستمدون حضورهم من بقاء هادي على قيد الحياة باعتباره العصى الأخيرة لحلم استعادة الدولة اليمنية أسئلة جديرة بالوقوف عليها بحثا عن إجابات ما زالت في رأس هادي وربما خارجه